صدق الشعر دولة الرزاز بخصوص العفو العام أوضح الرزاز أن عام 2011 قد شهد عودة نحو 3600 من نسبة نزلاء مراكز الإصلاح الذين تم الإفراج عنهم بموجة بالعفو العام بعد أن كرروا ارتكاب الجرائم مضيفا أن اللجنة المختصة بدراسة العفو العام تأكف عن دراسة الأرقام المتعلقة بالعفو العام بعد أن تم الحصول على قاعدة بيانات المطلوبة بمراكز الإصلاح والتأهيل والأمر يتطلب التدقيق والتأني ومعرفة الأثر المترتب على العفو العام طيب بما يتعلق أنه والله الحكومة الآن الحكومة شافت أنه بعد العفو الذي صدر فيه عام 2011 أنه اليوم إذا تم إصدار العفو ففيه 36% من عام 2011 يعني بتحكي عن سبع سنوات لليوم 36% رجعوا لجرائمهم طبعا لو تعرفوا الآن شو الجرائم اللي رجعوا لها نحن بنعرف العفو العام لا يشمل الجرائم المتعلقة بالإرهاب ولا السياسة ولا جرائم القتل ولا ولا الآخر كانت تتعلق بالمخالفات وبالغرامات وممكن في الأمور المالية وبعتقد المالية ما شملتها طب أنت حاط كاميرات بالشوارع وقاعد الله بيعلم شو بتحط غرامات ورسوم وبتذيق على المواطن الأردني بطريقة خانقة وكنت تتوقع أنه تجي النتيجة صفر للأشخاص اللي أنت عفيت عنهم بموجة بالقوانين والعفو العام اللي صدر بصراحة نحكيها كمواطن أردني أنا كنت بتوقع تكون النتيجة 90% من الأشخاص اللي طلعوا يرجعوا مرة ثانية والأسباب الظروف الاقتصادية السيئة اللي بنعيشها اليوم واللي بيخليك تضحك أكثر وبيستفزك أكثر كمواطن أردني أن الحكومة بتقول لك من عام 2011 36% أشخاص كانوا يعني محبوسين أو كان عليهم قضايا تم الإعفاء عنهم عادوا لجرائمهم أما كل هالحكومات اللي بعدها مستمرة بضغط المواطن وبهدلت المواطن وسرقت المواطن وتدمير المواطن عادي 100% كل حكومة بتزيد المديونية على البلد عادي 100% كل حكومة بالذل المواطن عادي ما قلت أنه الحكومات السابقة رجعت 100% إذلال المواطن الأردني وهذا الشيء ما أثر عليكم وحاولت قدر الإمكان ما ترجعون الوزراء اللي كانوا أول ما ترجعون بعض رؤساء الوزراء اللي كانوا أول واللي أبوه فلان واللي خاله فلان واللي عمه فلان هذا الشيء ما أثر لكن أشخاص كانوا محبوسين على بعض القضايا وممكن هذه القضايا رجعت مرة ثانية عليهم بعد فترة تسوي وما سطاعنهم يعملوا تسوية للظروف الاقتصادية السيئة اللي بتعيشوها فيه بيقول لك لا طيب أنا بدي أعطيكم مثال أسهل وأبسط إحنا كأردن ليش إملاءات صندوق النقد الدولي لأنه قاعدين نقترض مصاري ومش قادرين يسد الفوائد طب أنت كأردن وكحكومة بتقيس على حالك وبتقول طبيعي وبتذل المواطن الأردني وبتدفعه وبتقيم عنه دعم الخبز وبترفع عليه الأسعار وبترفع عليه المحروقات وبتسرق منه بتسرق منه كحكومة بتسرق المواطن الأردني ويبتوك لي حقه وبتقولي عادي ليش؟ والله في عندي إملاءات من صندوق النقد الدولي وفيه عليه ضغوط خارجي لأنه مش قادر أسد إذا أنت بلد مش قادر تسدي الشاب العادي اللي عليه عشر تلاف خمسة عشر ألف وما فيه شغل وما فيه وظائف وما فيه دخل وما فيه استثمار ومدمرين كل شيء في البلد بدك يرجع يسد قيس ع حالك بالأول وبعدين قيس ع المواطن الأردني العادي فبنسبة 36% أنا شايفة نسبة رائعة الأصل فيكوا تفكروا في العفو العام أسرع وأسرع لا لجان فنية ولا شيء بلش يشتغلوا على الأسماء وقروا المواضيع لكن أنا بشوف الحكومة بتصنع شيء في إيدها وبتحاسب الناس عليه بطريقة ثانية زي ما بتقبل ع حالك اقبل على المواطن الأردني المواطن هو خير ما تملك المواطن اليوم بمصروفاتك بالمحروقات هو اللي بسدها بفرق أسعار المحروقات المواطن الأردن هو اللي قاعد بسد عجزك بإملاءات صندوق النقد الدولي المواطن الأردن هو اللي بخليك تأخذ قروض المواطن الأردن هو اللي بسفرك وهو اللي بطعميك وهو اللي بشربك وهو اللي مراكبك سيارة المواطن الأردن هو اللي بخليه مبسوط المواطن الأردن هو اللي مقاعدك ببيتك المواطن الأردن هو اللي بطعميك وبطعمي ولادك وبدرسهم هو اللي بعالجك في المستشفيات هذا المواطن الأردني اللي مستكثر عليه 36% رحت وعملته إحصاءات تفوتوا على الدور والدور واللي عنده تيفزيون واللي عنده شاشة واللي عنده ماكرويف عشان تعملوا والله انه بلدنا كويسة اذا واحد بتديله بألف دينار اجهزة كهربائية ضربتوها عليها الطاقة بضعف نظرت كل البلد مختلفة لا نظرت انتماء ولا نظرت ولاء وبقول له قال انا والله حلفت يمين قدام الحكومة وحلفت يمين انه لو ما طبقت هذا القانون انا بخالف حلفان اليمين وين تخالف حلفان اليمين وين بتخالف حلفان اليمين والمواطن الاردن منكوب المواطن الاردني الله بيعلم بحالته 36% قا رجعوا طب رجعوا شوفوا قضاياهم شو هي قضاياهم اللي رجعوا عليها اللي 200 ليرا وال500 ليرا وال600 دينار واللي شك راجع ولي كنبيالة طب الاردن كلها مديونة وبيزيد لينها قاعد مليارات المليارات كل سنة وبنبلع عن المصاري وانتوا قاعدين تتفرجوا انسرقت البلد وانحنا قاعدين متفرج بعتوا كل شي فيها وانحنا قاعدين متفرج على الأقلية اللي طلعتوا وعفوا عام رجعوا بيته قاعد يصرفوا أولاده وبناته ما باع تلفزيونه ولا باع غازه ولا باع ثلاشته ولا باع أولاده بالعكس حافظ عليهم ليه كدين يتراكم عليه انتوا بالعكس انتوا بتبيعوا هالبلد وبتحطوا في جيابكو وقاعدين بتطالبونا انه والله بدنا نحسنه وبدنا نغير احترموا المواطن احنا هذا اللي بنحكي فيه احترموا المواطن أكثر واحترموا عقل المواطن الأردني لأنه مثل هذه الأخبار قصن من بالله العظيم تستفز أي شخص ما بتكون طلعوا العفو العامح كل المواطنين من أولها بل لجان بل روحات بل جيات وتأخير وناس بقول لك شهر اثنين وناس بقول لك شهر واحد وناس بقول لك السنة الجاي والموازنة والآخري قبل ما تفكروا في الناس اللي عليهم الف و الفين و ثلاث تلاف دينار وقاعدين بطعموا ولاد وفكروا في الحرامي اللي سرقوا البلد جيبوا الناس اللي فلت بره البلد وطبق القانون عليهم بعدين تعطب القانون على المواطن وتقولي 36% 36% ترا فيه منهم كمان 30% الناس اللي فلت بره البلد وبلعت البلد وراحت فيها لكن شو بدك تسوي حكم القوعة الضعيف بدنا نسمع الأخبار وبدنا نطبق وهذا الشيء اللي لازم احنا نسمعه بصراحة من الحكومات ومن الوزراء ومن الشخصيات والآخري صفة الشعر